في الأمر أن لا يمشى القرآن إلا طاهر تثبيت وإقامة وتقويم لدعامة التعظيم لكتاب الله تعالى ولكلام الله جل جلاله كذلك في تحريم تلاوته على الجنوب والحائث المقصود أن تثبت في القلوب عظمة هذا الكتاب وهذا القرآن وهذا الكلام للرحمن جل جلاله وتعالى في علا الذي جعله مهيمنا على جميع الكتب وأرسل إلينا به خاتم الرسل سيد الخلق صلى الله عليه وعلاه وعلاه وصحبه وسلم فيجب أن يثبت في قلب المؤمن تعظيم هذا الكتاب بكل المعاني تعظيمه من حيث نزوله من عند الرحمن تعظيمه من حيث اليقين بذلك تعظيمه من حيث أنه لا يمكنه أن يوجد أحلى منه ولا أعلى منه ولا أوضح منه ولا أبيان منه ولا أصرح منه ولا أكبر منه ولا أنور منه ولا أطهر منه ولا أتم للإستقامة وإدراك الحقيقة وتوضيحها وإقامة الحج والبرهان وتحقيق القرب من الرحمن جل جلاله وتعالى في علا وفيه يجد المريد الصادق كل ما يريد ولا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد فإنه يهدي التي هي أقوام كما ذكر الله تبارك وتعالى تعظيمه باعتقاد ذلك كله واستشعار ذلك وأنه نعمة الله علينا وأذن لنا أن نتلوه بأرسنتنا القاصرة وإستره لنا بلسان سيدنا محمد الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان نعمة من أعظم النعم يجب أن نجتهد في معرفة النصيب من قدرها ولن نقدر قدرها ولن نستطيع أن نفي بحقها ولكنها رتب جعلها الله للمؤمنين في صلتهم به وبكتابه سبحانه وتعالى وفي نصحتهم لله ولكتابه ولرسوله ولأعمة المسلمين وعامة إهم فوجب أن يكون حظنا من تعظيم القرآن قوي وأن يقوى فهو على قدر المعرفة والقرب من الله يقوى التعظيم لكتاب الله تعالى ومن هنا سنة القيام عند تناول المصحف لمن يناول المصحف الكريم وكان عكر ما إذا نوبل المصحف قامل ثم أخذه وضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي ويبكي حتى قد يغمى عليه من تعظيمه لكلام الله جل جلاله وتعالى في علاه وينبغي أن ننزل القرآن منزلته بحسب المستطاع والمستوى الذي يمكننا الوصول إليه وهو أكبر من كل ما اعتقدنا في عظمته وفي جلاله وكل ما وصلنا إليه في إكباره وتعظيمه فهو أكبر من ذلك وأعظم لأنه كلام الله جل جلاله لا يأتيه الباطل بين ديه لمن خلفي تنزيل من حكيم من حميد فالله كرمنا وإياكم بالتعظيم لهذا الكتاب العزيز وحسن التدبر له وتفهم عني والعمل بما فيه وأحيا ذلك فينا وثبت هذه الدعايم في قلوبنا وقلوب أهلنا وأولادنا وقرباتنا ودرياتنا والمسلمين اللهم آمين 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 بوجهة حبيبي كلمين فتوزعوه لقراءة هذه السور بالتعظيم والإجلال والإكبار واستشعار أنها من كلام الله الوحدقار ميسرة لنا بلسان حبيبه المغتر فيها خيرنا وسعادتنا وفلاحنا ونجاحنا وأنسنا وتطهير بواطننا وقربنا من ربنا وقضاح وعيجنا ودفع الآفات عنا وقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ونيلنا لرضوان الرب جل جلاله كل ذلك في القرآن وزيادة على ذلك في القرآن فالله اجعلنا وإياكم عنده من خواص أهل القرآن ظاهرون باطن في لطفين وعافية توزعوا وقرؤوا السور ترجمة نانسي قنقر